موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييك في اسم الرب يسوع المسيح السؤال الذي يطرح دائما كيف تبرهن لنا الرب يسوع المسيح له كل المجد البرهين على هوية وشخصية يسوع المسيح لا تعد ولا تحصى ولكن حتى قبل ما أبتدي بالبرهين عن يسوع دائما لازم يكون فيه إثبتات للدعوة للنبوة للشهادات أمام الجميع فمثلا موسى أتى بالشريعة والله كلم موسى في القديم وفعلا الله استخدم موسى بآيات وعجائب وليس فقط الآيات والعجائب ولكنها تصديق لدعوة وإرسالية الله لموسى فمثلا عندما واجه فرعون والمصريين القدماء حاول يثبت طبعا بالآيات فالرب جلب على مصر عشر ضربات كبيرة وآخر ضرب كانت القضاء على كل بكر في مصر ثم خرجوا بذراع شديدة وبعدين حدث ثاني هو شق البحر الأحمر أو بحر السوف وهذا كان أمام الجميع وهذه كانت آية عظيمة جدا ثم الناس شافت عمود نار وعمود سحاب عم بسير معهم خلال رحلتهم في البرية ثم شافوا كيف أن الله كان يبعث المن الخبز السماوي يوميا كل صباح معد يوم السبت على مدار كل السنين حتى وصلوا إلى أرض كنعان وهكذا اللحم أيضا وشق الصخرة وطلعت مي بمعجزات ولكن ما يتميز به موسى أنه الله كلم على جبل سيناء وعطاه الشريعة الوصايا العشر والشرائع الأخرى وبناء خيمة الاجتماع والذبائح اللي أوصى بها الرب يسوع هذه الذبائح التي كانت تشير إلى ذبيحة يسوع العظمى ففي براهين قوية جدا فموسى يمثل الشريعة والشخصية الثانية اللي هو إليا يعتبر واحد من أعظم الشخصيات هو إليا النبي اللي بيمثل الأنبياء وتحدى كل المملكة وتحدى الملك والملكة وكل أنبياء البعل والعشتروت وفعلا صلى وأغلق السماء لمدة ثلاثة سنين وستة أشهر ثم صلى ورجع المطر وأيضا اتحدى أنبياء البعل وأنزل نار من السماء وهكذا معجزات خارقة اندل على شيء أنه كانت دعوته صادقة في موضوع النبوة ويمثل الأنبياء وهكذا أحباء كل شخص بيجي ولسيما نقول عنه مؤسس ديانة ما هي البرهين ما هي الأدلة وما هي الإثباتات على صدق دعوة الشخص أو الرسول أو النبي كما تدعي الناس فإذا نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع ابقوا معي سأواصل حديث بعد قليل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا فالسؤال كيف تبرهن يسوع المسيح أحبائي شخصية يسوع و هوية يسوع متميزة جدا لا مثيل له واحد من نوع فالمسيح مكتوب عنه أنه كلمة الله الذي اتخذ جسد في ملء الزمان والمسيح جاء و نزل من السماء و راجع إلى الآب وهذا واضح طبعا من خلال البشائر الأربعة في الإنجيل المقدس فهو ليس شخصية أرضية جاء من السماء بل هو كلمة الله و خمس أمور اللي بتأكد على على تفرد وتميز يسوع المسيح و يمكن عدها عدة مرات و للفائدة أكررها مرة أخرى المسيح ولد ولادي عذراوي أي ولد من عذراء بدون أن يمسس مريم أي بشر يعني ولد من روح الله بدون رجل فالشيء الثاني اللي بيقولنا لم يتورث الطبيعة الخطاءة فالمسيح هو الوحيد الكامل بلا خطية لم يفعل خطية لم يعرف خطية لم توجد فيه خطية بل تحدى الناس من منكم يبكتني شئ الثالث تتميم النبوات في شخصية المسيح و هذا استحالي أنه تم مئات من النبوات في شخص واحد و هذه النبوات مش مجرد تكهن نبوات من آلاف السنين من مئات السنين أنبياء مختلفون على أزمنة وعصور و كل واحد بيقدم يسوع المسيح من زاوية الشيء الرابع اللي مميز هوية يسوع المسيح أنه هو إله كامل و إنسان كامل في اتحاد كامل الطبيعتين في اتحاد كامل لكي يقوم بعملية الفداء والشيء الخامس أنه تجسد الكلمة ولد يسوع لكي يموت أي لكي يخلص الناس من خطيهم وهذا ما تميز به المسيح لم يأتي من جسد العذراء حتى يكون سوبرمان ويعمل عجائب ومعجزات ولكن لا جاء خصيصا من أجل الصلب من أجل الموت من أجل الفداء الكامل من أجل القيامة المجيدة فهذا ما يميز يسوع المسيح فإذن ما الذي يميز يسوع وكيف ندرك هذا الشيء مع أن المسيح في كل شيء متفوق في لقاءاته ومعاملاته مع الناس متفوق في معجزاته متفوق في تعليمه متفوق في حياة الأدبي الأخلاقي قدوس بار متفوق فلا يوجد نبي في هذا الوجود أصلا عيب أنه نقارن أي نبي أو أي شخصية في الوجود بالمسيح يسوع وهذا طبعا مش مجرد كلام إحنا العرب مثل ما منعرف أنه الكلام معلوش جمرك أو معلي ضريبة فإحنا ممكن نتكلم الكلام ومنرميه ولكن بدون البراهين والأصعب إذا ممكن أنه يعني انبرر موضوع الكذب فإذا مستعد نكذب حتى اندل على ديننا أو انبرهن عقيدتنا ولكن المسيح كامل بريء كل البراءة طاهر قدوس بار فإذا كل هذه الأمور تجعل المسيح متفوق والبرهين كثيرة وهنا أنا حب أبتدي أنه ما يبرهن على يسوع المسيح قيامته من بين الأموات أقام نفسه من الموت مش بس تمم النبوات وهذا شيء مذهل لا يستطيع أو تتم إلا فقط بالله وحده ولكن القيامة تعتبر واحدة من أهم البراهين ورح بعدين أتكلم شوي عن الأدلة والبراهين القيامة ولكن اسمح لي أن أقرأ آية مكتوب فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك بطرس عم بيكلم اليهود اللي صلبوا يسوع ولما امتلأوا من الروح القدس عم بيكلمهم ويتجمعات كبيرة يعني بتحكي مئات وألاف من اليهود ويقول نحن شهود لذلك أنهم رأوا المسيح بعد القيامة ثم ظهورات يسوع المسيح ورح أتكلم عنها شوي ولكن أيضا الكتاب بعلم أن المسيح تبرهن بالآيات والقوات اسمح لي أن أقرأ بعض الآيات مكتوب فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره قد ابتدأ الرب التكلم به ثم تثبتت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته عبرانيين صح 2 والآية 3 والآية 4 في روميا 15 رسالة بولس الرسول إلى كنيسة روميا صح 15 والآية 19 مكتوب بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله وصلت رسالة الإنجيل إلى كل أنحاء العالم ثم مكتوب في تسالونيك الأولى الصح الأول والآية 5 إن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط لأن الكلام علش ضريبي إن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد في يحنى 3 آية 33 مكتوب ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق يعني الله هو اللي ختم على دعوة وإرسالية وقيامة يسوع مصدق بختم إلهي فالمسيح أحبائي وعد التلميذ أنه سيبني كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ثم وعد يسوع المسيح الأعمال التي أعملها التي أنا أعملها يعملها أيضا بل يعمل أعظم منها لأنني ماضي إلى أبي والوعد التالت وعد أن يرسل الروح القدس وتم التلات وعود في حياة التلميذ فإذن الرب يسوع ابتدى يبني كنيسته في يوم الخمسين عندما حل الروح القدس على التلميذ ثم التلميذ أظهروا آيات باسم الرب يسوع مثلا بطرس كان ظله بيشفي المرضى ويقيم الموتى بولوس الرسول كانوا يأتون بالمناديل والمآذر بس مجرد تلمس جسده كانت تشفي المرضى والأرواح الشريرة تخرج بقوة اسم الرب يسوع المسيح لأن الروح القدس صدق وشهد ومكث وسكن وملأ التلميذ حتى يقوموا بأعمال يسوع المسيح وهذا اندل على شيء بدل على مصداقية الرب يسوع المسيح يسوع الناصر رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم أعمال 2 آية 22 تعرف أحبائي بطرس برضو عم بيكلم اليهود في يوم الخمسين في الإصحاح التاني واليهود والرؤساء الكهنة والرؤساء اللي عم بيحضروا هم صلبوا يسوع وشافوا وأدركوا أن يسوع مات وضعوا في القبر لكن المسيح قام وقال التلميذ نحن شهود لذلك وأنه تبرهن يسوع أمام عيونكم يعني لم يفعل شيء بالخفاء كان واضح كل الوضوح أمام عيون الجميع أنه صنع عجائب آيات في وسطكم ولم يستطع أحد أن يضحض التلميذ لأنه كان بيتمتعوا بمصداقية إلهية كانت معهم قال يسوع لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم يحن 15 آية 22 ثم يقول أيضا لو لم أكن قد عملك بينهم أعمال لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي في نفس الإصحاح 15 آية 24 مكتوب أيضا لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله في يحنى إصحاح 3 والآية 19 مكتوب وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة فوضوح الشمس كان المسيح يعمل أمام الجميع معجزات المسيح لم يستطع أحد أن يعني ينقضها أو يعارضها فالمولود أعمى في القدس الكل شافه وإقامة العازر من بين الأموات بعد أربعة أيام كان معلوم للكهنة لدرجة يعمله اجتماع يتخلصوا من يسوع لأن العالم عم بيؤمن بيسوع المسيح فكان وضوح الشمس فإذن حياة يسوع الخالي من الخطية أقواله وتصريحاته لا مجال للشك فإني أعجب من ناس تترك الشمس البر الشمس الساطعة لتتبع أنوار خفيفة لا قوة ولا حول لها ولا تستطيع أن تغير أي إنسان لهذا السبب أحبائي خلينا نرجع أن قيامة يسوع المسيح لها براهين عديدة جدا ولكن خلينا أقول بشكل سريع بعدين بمر في بعض البرهين بشكل أوسع براهين قيامة يسوع المسيح خلينا نخذها من ناحية شخصية القيامة أثبتت صدق كلام يسوع المسيح أنا هو خبز الحياة أنا هو نور العالم أنا هو القيامة والحياة أثبتت لأنه فعل هذا الأمر وأقام نفسه من بين الأموات قوة المسيح على الموت المسيح غلب الموت غلب القبر وهزم الشيطان فإذن هذا دليل واضح جدا وبرهان مهم جدا أثبت أنه الديان لما تكلم عن الدينونة الآن أحباء بجدارة الذي يرفض المسيح سوف يواجهه كديان شيء آخر خطيانا قد غفرت وأننا تبررنا أمام الله الذي أسلم من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا تبررنا أمام الله وعلى فكرة القيامة شيء جميل جدا لأنه تأكيد واضح لقيامتنا نحن من الأموات وهذا يعطينا الرجاء المبارك أننا سنكون مع المسيح في كل حين والقيامة أحبائي تبرهن على لهوت يسوع المسيح فالمسيح هو الله المتجسد لا يوجد انفصال بين لهوته وبين ناسوته لا لحظة ولا طرفة عين مثل ما بنسمعها دايما ولا امتزاج ولا تغيير فهو بالفعل مثل ما قال عنه الرسول بطرش رجل قد تبرهن ليس شخصية هلامية أو جسد وهمي أو طيف كما قالوا أصحاب بدعة الدوسيتية ولكن المسيح شخص حقيقي أثبت ويثبت أنه المسيح ثم مش بس براهين القيامة الشهادات عن يسوع المسيح شهادات عظيمة جدا يعني الشهادات ممكن نقول شهادة الآب شهد ليسوع عند المعمودية شهد للمسيح على جبل التجلي شهد للمسيح ومجد المسيح في يوحنى 12 وفي كل الحالات كان يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر له تسمعون فميز المسيح عن موسى وعن إليا اللي ظهروا مع المسيح على جبل التجلي شهادة الآب ثم شهادة المسيح عن نفسه شهادة أعماله شهادة معجزاته شهادة أخلاقياته شهادة كماله لا يستطيع ولم يستطيع أحد أن يضحضها ولم يستطع أحد أن يقول أن المسيح يعني عمل خطيئة فهو غير مجرب بالشرور ثم شهادة الروح القدس أرسل الروح القدس وسكن فينا وبيملأنا وبيعطينا المواهب وبيستخدمنا وبيستخدم التلاميذ فهذه الشهادة المستمرة على قيامة يسوع المسيح ثم شهادة موسى شهادة يحنى المعمدان شهادة الكتب شهادة التلاميذ التي تغيرت شهادة السامرية الكنعانية وشهود كثيرين أحبائي شهادة يحنى كلها تأكدت وأكدت على مصداقية القيامة نعم أحبائي خلينا أكرر مرة أخرى قبل الفاصل الآيات والمعجزات وحياة يسوع وكلام يسوع لم تكن بالسر وقال يسوع حتى في المحاكمة قال أنا كلمت العالم علانية أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي الخفاء لم أتكلم بشيء وتحدى الكهني أن يروحوا يسألوا لأنه كان واضح شفاف ما فينا ننسب معجزات لشخص بدون الشهود فكل هذه الأمور اللي متكلم عنها أمام شهود كثيرين ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي تثبت هوية يسوع المسيح وهل نحاول أن نثبت وجود الشمس في وضح النهار أمام الجميع إلا إذا كان شخص أعمى جسديا لا يستطيع أن يرى الشمس وهكذا أحباء كثير في ضلال وفي عمى روحي واستبدلت بمظاهر التدين الخارجي والرياء والكبرياء وللأسف الكذب وخالية من البراهين فأصبحنا ندافع عن الله ندافع عن العقيدة ندافع عن الدين وإذا شخص مسنا تعتبر عثرة أو إهاني وإذا شخص طلب أن يغير دينه يواجه الاضطهاد وهكذا وهذا طبعا ليست المسيحية المسيح واحدة من الشيء اللي أعجبني في شخصية المسيح أنه حتى لما تركوه أعطى التلاميس فرصة لعلكم تريدون أن تتركوني أعطاهم الفرصة أنه يختاروا شيء آخر ولكن رأوا يسوع واختبروا يسوع وعاشوا يسوع وسلكوا يسوع وتكلموا عن هذا الشخص الفريد الرائع الذي لا مثيلة له فمش بحاجة للإقناع فالشمس موجودة يسوع أحبائي كل ما عليك صلاة بسيطة يا رب افتح ذهني في أبسط منها افتح قلبي افتح عيني إذا صليتها من قلبك بأكد لك مليون في المية الله مش رح يتركك رح يتعامل معك فإذا حكينا عن الآيات والقوات وبعض البرهين والشهود والشهادات والظهور لكن خليني أعطي شوي يعني كأنه عم بستكمل الموضوع من الأسبوع اللي مضى ما هي الأدلة والبرهين على قيامة المسيح خليني أذكر بعض هذه البرهين أول برهان أحبائي القبر الفارغ وعندما أقول القبر الفارغ أنه المسيح مات فعليا وكفنوا يوسف الرامي ونيقوديموس والمريمات كانوا بشاهدوا وتابعوا ثم أحباء قائد المئة واللي أخذ الأوردر من بلاطوس وأنه يروح مش بس كفنوا وحطوه في القبر الجديد ودحرجوا حاجر عظيم جدا وختم بالختم الروماني ومع كل هذا قام المسيح والقبر فارغ والمسيح حي حي فإذن هذا القبر خالي من عظام الأموات حتى لما ركد بطرس ويحنى يقول رأى وآمن لأنه شافوا بعيونهم موت المسيح فلما شاف لم يرى أنه الكفن معبوث فيه أو مصروق أو يعني ملخبط جسد انسل يعني انسل بالكامل من الكفن مكتوب رأى وآمن كان واضح فالسؤال أين الجسد أين الحجر أين الحراس الحراس ثم ماذا عن شهادة الملائكة على القبر الفارغ كما شهدت الملائكة لولادة يسوع شهدت لقيامة يسوع أمام شهود عيان واحدة من أقوى الشهادات هي ظهورات المسيح المسيح ظهر أربعين يوم هل في دليل أعظم من هذا أربعين يوم أظهر وبرهن نفسه ببرهين حية في أعمال الرسل الصحاح الأول والآية الثلاثة يعني شهادات عظيمة جدا عن ظهورات المسيح ظهوراته بالجسد ليست مثل الأساطير القديمة والمعجزات اللي بتحدث بالخفاء أو بالليل أو بالسر لكنها كانت ظهورات عديدة متكررة لمدة أربعين يوم أحبائي الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببرهين infallible proof يعني ببرهين وأدلة قاطعة جدا هيك الترجمة ببرهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله أعمال الرسل صحح الأول والآية ثلاثة هذه الظهورات أحبائي ظهورات عظيمة جدا في ظروف بتختلف في القدس في أرشليم في عمواس في بحير الطبرية على جبل الزيتون على جبل عالي في الجليل وهكذا ظهورات لعديدة ثم هذه الظهورات أمام شهود عيان شهود عيان رأوا المسيح بقول مثل ما ذكرت ونحن شهود لذلك بل بولوس الرسول بيكتب برسالته إله الكورونتوس كنيسة كورونتوس بل رآه أكثر من خمسمائة شخص دفعة واحدة ومش بس بينهي في هذا وأغلبهم أكترهم باقي حتى يومنا والبعض رقد يعني عم بقدم دليل واضح شفاف إنه الأغلبية جماعة بعدهم عايشين مع إنه البعض مات وهذا اندل على الشيء بدل على الشفافية في الكلام ثم أحبائي ظهور المسيح للتلاميذ عدة مرة ومثل ما ذكرت هاي الظهورات كان بعالج فيها مواضيع مختلفة حتى بعد صعود المسيح إلى السماء ظهر لإستفانوس أول شهيد عند استشهاده شافه إستفانوس وهو عن يمين الآب ثم ظهر لشاول الترصوص على الطريق إلى دمشق له بولوس الرسول بل الأعجب أحباء الأشخاص اللي تحدثوا معاه بعد القيام كانت حالاتهم النفسية مختلفة مثل مريم المجدلية كانت حزينة مثل تومة واحد من التلاميذ كان غير مصدق مثل تلميذي عمواس تركوا الأورشاليم وراحوا لبلدهم ومع أنه سمعوا أخبار القيام حتى شافوا يسوع المسيح والأغرب أحباء بعد القيام مع كل هذا وهذا اندل على شيء بدل على مصداقية الوحي ما زال كان يملأهم الشك والحيرة والرب يسوع قبل ما يعطيهم المأموري العظمى وبخهم لعدم الإيمان والشك وهذا اندل على شيء بدل على مصداقية الكلمة على الصدق الوحي عم بقدم الحقائق مثل ما هي ثم الكتاب يتكلم عن ظهور الرب يسوع ليحنى الرائي على جزيرة باطموس سمع صوت وشاف الرب الممجد المقام لدرجة انه وقع عند رجليه كميت ثم أحبائي خلينا نضيف على هذه الشهادات شهادة الكفن المقدس لا توجد أثار للتلف أو تحلل أي بقايا واضح مثل ما ذكرت ان الجسد انسل من الكفن بطريقة عجيبة كما لم يمسك الموت جسده أو يمسك من يسوع لأنه رئيس الحياة يسوع دخل من الجدران المغلقة ثم المنديل كان الملفوف حول رأس يسوع كان ملفوف موضوع جانبا الكفن أحبائي هو عبارة عن أقمشة وعطور وعندما يعني الأقمشة هي من كتان الكتان المصري والعطور احنا قلنا أكتر من 30 كيلو اللي كان بلف الجسد وهذا عندما يجف يكون وزنه ثقيل وجد الكفن في القبر الجديد المنحوط في الصخر قبر يوسف الرامي والحنوط اللي قدمها نيقوديموس دليل آخر أحبائي تغيير التلاميذ والتحول 180 درجة حتما لقد رأوا المسيح حيا أمام عيونهم وعندما امتلأوا من الروح القدس تحرروا من الخوف تحرروا من الفشل تحرروا من الشكوك إلى الإيمان واليقين إلى الجرأة والشجاعة لم تستطع أن تقف أمامهم عواصف الإضطهاد ولا حتى بطشء الرمان وخلال سنوات قليلة بقوة المحبة وصلت رسالتهم إلى ثلاث قارات دليل آخر ماذا عن صمت الأعداء وهذا يعتبر واحد من أقوى الأدلة الاضطهاد من رؤساء الدين هذا دليل مهم استمروا في الاضطهاد مثل القيافة مش بس اضطهد يسوع المسيح واستفانوس وبولوس الرسول ويعقوب أخو يحنى اللي اتقطع راسه على يد هيرودوس أغرباس الأول كلهم كان لهم ضلع في هذا الموضوع لم يستطيعوا أن يقدموا دليل واحد لعدم إثبات القيامة بل حتى حاولت اليهود والرومان أن يقمعوا رسالة التلاميذ لكنهم فشلوا لأنها كانت مؤيدة من الله مؤيدة بالآيات والمعجزات التابعة ابقوا معي أحبائي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا كيف تبرهن لنا يسوع المسيح تكلمنا عن القيامة وما زلنا في البراهين والأدلة على قيامة يسوع المسيح أريد أن أعطي برهان آخر وهذا البرهان مهم جداً 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 ألا وهو تخصيص يوم الأحد للعبادة بدلاً من يوم السب وخلي بالك أغلبية المؤمنين الأوائل أتباع يسوع المسيح كانوا بيجتمعوا في اليوم الأول أي يوم الأحد وبيكسروا الخبز في اليوم الأول وحل الروح القدس في اليوم الأول وظهرات يسوع أغلبها كانت في اليوم الأول أي يوم الأحد فكل شيء تغير مع أنه هنا مش إنكار للسبت أو كسر للسبت فهو راحة وعبادة وعلامة العهد ولكن هنا طالما إنه المسيح حزم الموت وقدم خلاص لكل البشرية تخصص يوم الأحد للعبادة طبعاً إحنا ندرك إنه في هذه الأيام معظم المجتمعات اللي بيشتغلوا يوم الأحد واللي يوم السبت أو أيام وكتير من اللي بيشاهدون عايشين في الدول أغلبيتها مثلاً من المسلمين ما بمارس يوم الأحد الفكرة هو يوم للعبادة ولكن تخصص يوم الأحد للعبادة بدلاً من يوم السبت وهذا دليل تاريخي على فكرة مهم جداً لدرجة إنه حتى عملوا مجمع حتى يحتفلوا بعيد القيامة صاروا يحتفلوا بعيد القيامة ما كانوا بيحتفلوا بعيد الميلاد كانوا بيحتفلوا بعيد القيامة بل أصبحت التحية المسيحية اللي بنسمعها دايماً المسيح قام والرد حقاً قام إنها تحية مسيحية تؤكد على قيامة يسوع المسيح طبعاً أنا عايش في الأراضي المقدسة وكثير من اليهود عم بيآمنوا بيسوع المسيح وأعداد كبيرة بصراحة يعني فيه نهضة بين اليهود وأغلبية اليهود بيعبدوا الرب يوم السبت هم اختاروا يوم السبت فليكن لكن بيحبوا الرب يسوع وبيعبدوا يوم السبت وهو يوم السبت شباط في البلاد عندنا أي يوم راحة يوم انقطاع من شباط يعني انقطاع فإذن مازالوا بيجتمعوا يوم السبت ولكن الكنيسة الأغلبية العظمة صارت تجتمع يوم الأحد تغيير يوم الأحد بدل من يوم السبت وهذا طبعاً دليل مهم جداً ولسيما إحنا بنحكي كل اليهود أو المؤمنين الأوائل كانوا من اليهود شيء آخر دليل مهم وجود كنيسة مسيحية والنمو الهائل تأكيد لنبوة المسيح بإرسال الروح القدس وبناء الكنيسة وأنهم سيقومون بنفس أعمال المسيح باسم الرب يسوع المسيح اليوم في كنيسة في كل أنحاء العالم وأسرع نمو هو يعني بالتكاثر هو نمو الكنيسة أنا بتكلم عن طريق التبشير وألا أتكلم عن طريق التناسل يعني ممكن يعني مثلاً عندنا في فلسطين كل واحد بيخلف عشرة واثنعش وأكتر بلد بيخلف فيها في العالم في غزة مثلاً فأنا مش بتكلم على التناسل أنا بتكلم على الناس اللي عم تؤمن بيسوع أنا أتكلم عن ملايين غير مسيحيين ملايين رغم الاضطهاد والمقاوم والقوانين القوانين الدولية والحكومية اللي هي ضد ضد الكتاب المقدس ضد الكنيسة ضد المسيحية مع كل هذا في نمو هائل غير طبيعي والحق يقال كمان برضو فيه ارتداد كبير فيه ارتداد كبير هذا نراه مثلاً في شمال أمريكا ولكن نشكر رب في الشرق الأوسط الكنيسة عم تكبر وعم تأخذ مواقع تأخذ أراضي وعم تتكاثر بشكل غير طبيعي بشكل هائل رغم الاضطهاد فأنا أسبح وأمجد الله على هذا النمو فإذا وجود كنيسة مسيحية هو دليل أن المسيح حي إلى أبد الآبدين وهو ساهر على كلمة ليجريها ولابد أحبائك مقال لكي يحضر الكنيسة كنيسة مجيدة مقدسة لا غضن فيها ولا دنس كنيسة ممجدة منتصرة عفيفة طاهرة عندما جيءه ثانية في كنيسة مسيحية في كل أنحاء العالم أنا مش بتكلم على المباني ولا الكنيس أكيد فهمتوا عليه أنا بتكلم عن المؤمنين والأعمدة الحية والحجارة الحية ثم أحبائي العهد الجديد الكتاب المقدس هو حصيلة القيامة التي أصبحت مركز ومحور عقيدتنا وأساس إيماننا طيب السؤال ليه كل الأديان الأخرى والعقائد والأفكار الأخرى تتمحور حول مؤسسها حول تعاليم حول شرائع حول طقوس حول فرائد حول نواميس وتقوس وكل أنواع الأعمال لكن المسيحية تتمحور حول شخص حي له القدرة أن يغير وأن يحرر وأن يبرر الإنسان وله القدرة أن يكتب الأسماء في سفر الحياة وإذا أنت اليوم غير واثق أنه اسمك مكتوب في سفر الحياة أنا بدعوك اليوم أنك تسلم حياتك للرب يسوع المسيح الحي شيء آخر أحبائي خليني أذكروا شجاعة التلاميذ وصرورهم وفرحهم للشهادة والاستشهاد المسيحية لم تقم على العنف ولا السيف ولا السلاح بل غزت العالم وقلوب الناس بالمحبة فالمسيحيون والتلاميذ كان عندهم نزاهة طهارة نظافة وانتشار المسيحية أحبائي كان واضح جدا تغيير بولوس إثبات تفوق وكمال المسيح على الأديان إنها شهادة عظيمة جدا وخليني أحباء أقول شيء مهم جدا إنه التلاميذ باعوا كل شيء يعني لما ابتلقوا خدمة من زيره ما طلبوا نساء ولا طلبوا خيل ولا طلبوا سبايا ولا جواري ولا تزواج ولا أي شيء ولا عمروا إغراءات أرضية ولا إغراءات سماوية ولا ولا من أي شيء بل بالعكس بفرح كان يروحوا ويبشروا ويموتوا من أجل يسوع المسيح كما قال القديس ترتليانوس إن دم الشهداء هي بذرة الكنيسة ثم ماذا عن شهادة علماء اليهود حتى اللي كانوا ضد المسيح والشهادات والأدلة الخارجية أحبائي قيامة المسيح مرتبطة بالفداء لا فداء بدون قيامة ولا قيامة بدون فداء إن قيامة المسيح وقيامة المؤمنين مرتبطتان ببعض إما تثبتان معا أو تسقطان معا وهذا مهم جدا أحبائي ندركوا كمسيحيين خليني أخذ مكالمة أو اتنين في هذا الوقت معنا مريم أهلا وسهلا أخت مريم من مصر تفضلي مريم أهلا أهلا بيك تفضلي أخت مريم المسيح قام حقا قام أنا بصلي إن كل اللي بيسمعني يختبر قيامة المسيح في حياته إزاي ما أنا اختبرته آمين كيف اختبرتها يا أخت مريم أنا أنت عارف يا أسيس أنا من مولودة مسلمة والمسيح افتقدني من كم سنة وفي الفترة دي كان فيه فترة تغيير كبير في حياتي فأكبر بروف لقيامة المسيح اللي أنا شعرت به لأن المسيح يتعاش مش يتسمع عنه لازم يتعاش نسمع عنه ونختبره اختبار شخصي والمسيح ما عندوش مانع أبدا يريفيلهم سلف مش عارفة بتتقالي إزاي بالعربي يعني يعني كاش يعلن نفسه يلغر أو يعلن عن ذاته مظبوط أمام أي أحد زي ما عمل مع تومة تومة جاله بشكه وبمخاوفه وقال أنا مش هصدق غير لو شفت بعيني المسيح ما زعلش منه ما قالوش انت زي تشك فيه قالو إيه قالو حط صوابعك في الجرح ولا يتكن غير مؤمن وآمن وبقى تومة المبشر فأنا بشجع إخوتي المسلمين قبل ما أقول لهم أنا أتبرهن المسيح في حياتي إزاي أن يجب مخاوفه وشكوكه كلها ويقعد قدام الإله الحي من غير ذكرى أسمي أنت مين يا رب قولي أنت مين والمسيح أمين جدا وحيعلن عن ذاته لكل واحد بيطلب استعلام بكل تواضع أنا المسيح غير حياتي غير نظرتي للحياة للمواقف الصعبة للتحديات للمديات للمستقبل حتى قراهيتي للخطية زادت بأمانة أنا دلوقتي بحس أن أنا مش عايشة في العالم وهو قال قال ليسوا من هذا العالم كما أني لستوا من هذا العالم يعني مثلا أنا كنت زمان بنى عهم من مستقبل جدا زي ما تقول برضو شوية بسيماستي كده يعني يعني دايما حاس أن أنا شخص حظي وحش في الحياة ما بيجينيش حاجة بسهولة دلوقتي المسيح غيرني تماما بقيت اوبتماستيك بقيت فرحانة عندي فرح داخلي حتى لو الظروف الحوالية وحشة لأنه قال كده قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن أنا من جوايا احسسي أن المسيح حي داخلي ما خليني فرحانة كنت كمان بخاف جدا من الموت لأنني ما كنتش مستعدة بأمانة لمواجهة ربنا لأنني للأسف للأسف أنا واحدة ست عايشة في دولة إسلامية رسول الإسلام حكم علي أن أنا من ضمن ثلاثة ربع أهل النار فكنت بحس أن أنا طول الوقت لو موت أنا مش مستعدة أنا دخل النار حتى وكنت بعمل كل الحاجات اللي المسلمين بيعملوها المارسون الرمضاني بتاعهم والصلوات والصيامات وكنت بمشي بأمانة حتى وقت 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 الإسلام كنت بمشي فعلا بأمانة لكن ما كانش عندي سلام دلوقتي أنا لا أخاف الموت ولا أرهب بل بالعكس زي ما بولس قال ليش دهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذلك أفضل جدا لكن في نفس ذات الوقت ممتنة جدا بأن المسيح يعني لسه حاطتني على وش الأرض لأن ساعتي لم تأتي بعد لأن الرب لسه بيستخدمني لحد ما خلص دوري لأجل مجد وحده أمين كمان المسيح غيرني أن أنا بقيت فهم ما قمت فيه يعني أنا دلوقتي عندي سلام معاه فهم ما قمت فيه فهم أنه هو مات وقام عشاني بقيت بكره الخطية أكتر من أي شيء في الحياة بقيت عارفة مين سبب الخطية إبليس مش الشخص اللي بيقزيني كنت الأول بشخصا الشر لكن دلوقتي أنا ما بشخصنش الشر في إنسان أنا ببقى عارفة إن الإنسان الشرير اللي بيقزيني هو مجرد مريونات في إيدينا عدو الخير فبصليله بالبركة بقى عندي سلام مع الله سلام مع الناس أمين يا أخت مريم أمين أنا بشكرك كتير على هذه المداخلة ولسيما ما في أي إنسان ممكن يقنعنا إذا كان الدليل والبرهان داخلي وشخصي أنت عارفة شو كنت وكيف تغيرتي وشو أنت الآن ربنا يحميك ربنا يبارك وربنا يستخدمك يا أخت مريم وشكرا شكرا على هذه المداخلة اللي شجعتنا وشجعت إيماننا أيضا ربنا يباركك ويحميك كمان ربنا يحميك خليني أخذ مكالمة أهلا وسهلا أبو مهند أنت معنا على الهوى مساء الخير مساء الخيرات أهلا وسهلا أبو مهند والحب أهليا أبو مهند حبيبي شكرا للمسيح المسيح قام حقا قام حقا قام تفضل أبو مهند أجابته ما وقال له ربي وإلهي لا شك أن هذه الكلمة مصيرة ومدهشة في الوقت نفسه عندما اقتنع كليا أن الرب يسوع قام من الأموات صرخ عددا ربي وإلهي إذا لاحظنا هذه الكلمة أن يسوع لم يربط ولم يتنصل من تلك الألقاب ولن تهرتوا ما توجيه الحديث إليه كالله بالذات بل قبل منه السوداء والإكرام لم يكن في قصده أن يقبل زدود أتباعه وعبدهم لكانت تلك الحادثة برصة صحيح صحيح موقفهم أدركت تلاميذ هويته العقيقية الفريدة كما أن أعداءه رأوا بأم العين سلطانه وقدرته عندما حدث المسيح عن الله أبيه عملوا يهدهم لنالوا منه ويقتلوه لأنهم مهموا وساوى نفسه بالله كما وردت في منها خمسة ثمانطاش وفي مدفع أخرى حاولوا أن يرجموه قائلين له لسنا نرجوك لأجل عمل حسن بل لأجل عجلي أنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها كما ورد في يحن عشر اثنين وثلاثين من من هو يسوع فيه تعرف عليه تلاميذه كابن الله الوعيد وأعداءه سمعه عن لهوده تلاميذ تجاوبوا تجاوبوا من محبتهم وبعبادتهم وأما الباقون استمروا بعد مليان إننا نستنسك من هنا الإنسان لا يستطيع أن يكون في الحياة فإما أن يكون مع يسوع أو ضده فإن كنت تستطيع أن تقول به وعنه ربي وإلهي عند إذن تستطيع تتمتع معروفة العلاء الحي الحقيقي لأن ما تخدره عن من يسوع سيحدد مصيرك ما تخدره عن يسوع سيحدد مصيرك وتحية شكرا شكرا أبو مهند ربنا يباركك شكرا على المداخلة مثل ما ذكرت وذكر أبو مهند ظهورات المسيح كانت في حالات نفسية للتلاميذ كل واحد كان عنده إشكاله يعني توما مش عاوز يصدق مع أنه التلاميذ قاله إحنا شفنا الرب وقال إذا ما شفت وحطيت أصبعي مش رح أصدق فالرب يتعامل معاه ويمكن في ناس عم بيشاهدونا وعم بيسمعونا يمكن عندهم نفس الإحساس أنه إذا يعني لما نقول الرب بيعلن بيعلن للشخص اللي قلبه طاهر طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله They shall see God فإذن مهم جدا أنه لما تطلب الرب تطلب الرب من قلب صادق برص الرسول عالج موضوع القيامة وتكلم عن نتائج كارثية لو لم تكن قيامة لأن القيامة مثل ما ذكرت هي حجر الأساس والقلعة الحصينة لإيماننا وإرساليتنا وعقدتنا فإذن مرتكزة مؤسسة على قيامة يسوع وأن يسوع المسيح حي فإذن لو لم تكن قيامة كورنتس 15 كورنتس الأولى 15 يقول يعني مفائدة تبشير ليه منبشر لا معنى لها مفائدة الإيمان إيمان يكون عقيم مفائدة الشهادة جميع الشهود والكارزين بالقيابة يكونون كذبة فإذن إذا ما فيش قيامة لا خلاص ولا فداء من الخطية إذا ما فيش قيامة كل المؤمنين الذين سبقونا يكونون قد هلكوا على الفاضي يكون شيء آخر يكون المؤمنون بالمسيح أكثر الناس مدعا للرثاء مثل ما بقول أنتم بعد في خطياكم فقدان الرجاء بالكامل نكون مثل ما الآية بتقول أشقى جميع الناس لكان كل التضحيات المبذولة وكل العمل في حق للرب ضاعة تأسده ونكون فعلا مدعال الرثاء في هذه الحياة أين الأمل أين الرجاء فيصبح حالنا فلنأكل ولنشرب لأننا غدا نموت لأنه حب إحنا قلنا أنه المسيحية مش رغم تفوقها وسموها عن كل الأديان سواء بالتعليم بالمعجزات بحياة يسوع بكماله يعني شيء مذهل ولكن كل التصريحات وكل الكلام كله بيرتبط على الموت والقيامة فإذا كان كل فاض ما إلوش أي نفع ولا إلو أي قيمة طبعا القيامة إلها نتائج بتعني أنه الخلاص حقيقة تم إنجازها فالقيامة تؤكد أنه يسوع مات على الصليب ثم تضمت القيامة قيامة الناس وهذا هو الرجاء المبارك اللي احنا من نادي فيه فالأبرار إلى قيامة الحياة الحياة الأبدية والخطى يواجهون غضب الديان ثم الهلاك الأبدي القيامة هي إعداد لتحقيق وعد يسوع أنه سيأتي ثانية مش رح يجي ثانية إلا إذا كان قد قام من الأموات أولا القيامة كسرت قوة القبر وشوكت الموت بل أثبتت أن المسيح هو المنتصر وأثبتت أن المسيح هو الفادي القيامة هي قلب وحياة ونبض المسيحية بدون القيامة لا توجد مسيحية والسؤال الأخير ليه قام لماذا قام يسوع المسيح مع أنه ذكرت بعض منها في البداية ليكون قام يسوع ليكون لنا حياة أبدية ليقدم كفارة كاملة تامة ونهائية لخطايا كل البشرية فلا يوجد نبي أو إعلان آخر بعد الإعلان الكامل إعلان يسوع المسيح قام المسيح ليعالج مشكلة تأثير الخطيئة اللي فصلتنا عن الآب والتي تقود للهلاك الأبدي قام ليقدم ويصرح برسالة الملكوت الجديد لكل العالم ثم ليعطي حياة جديدة قوة جديدة رجاء جديد بقوة الروح القدس لهذا السبب القيام متميزة فريدة لن أصبحت أسرع ديانة منتشرة في العالم القيام غيرت قلوب الناس غيرت بلدان غيرت حضرات وشعوب غيرتها روحيا واقتصاديا أيضا بسبب القيام صار عنا تأكيد حضوره استخدام سلطانه والتمتع بقيادته أنه يتواصل معنا في الختام أنا عاوز أقول أحبائي لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات هل تريد أن يقيمك من سبات الخطية تعال إلى يسوع وقل له يا رب تعال أسكن في حياتي خلصني واعطيني أنه أكون ابن أو بنت لإلك بصلني من كل قلبي أنك تطلب يسوع الآن والرب يباركك اشتركوا في القناة